دراسة نشرت في مجلة التغذية بتاريخ 28-05-2011 يستطيع إنسان يرجع لها أثبتت أن تناول حبات من التمر كل يوم لا يؤثر على مريض السكري هذا أولاً بالنسبة لمرض السكري مع استشارة الطبيب ينصح بأن لا يحرم جسده من هذه المادة لأن هذه المادة كما سنرى الآن فيها مواد مهمة جداً جداً لسلامة الدماغ والنظام العصبي وسلامة حتى النظام أو الجهاز الهضمي وغير ذلك لذلك أول ما لفت انتباهي أنا في هذا التمر سبحان الله نوعية الألياف التي يحويها يعني يقول خبراء التغذية إن نوعية الألياف يعني مذهلة بحيث أنها تخفض نسبة الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم منظمة نشنال نوتريانت داتابيس هذه المنظمة USDR توصي بتناول عدة حبات من التمر وقاموا بحسابات دقيقة بالأرقام إن حبة التمر الواحدة تحوي 1.6 غرام من الألياف الضرورية للجسم أي 6% من احتياج الشخص اليومي في حبة واحدة فعمليا إذا طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوان لم يصبح سم ولا سم نعم وسنشرح هذا الأمر أيضا علميا لأن هذا الحديث انتقد طويلا من قبل بعض المشاككين نعم فلذلك عندما تأخذ سبع حبات من التمر فأنت تأخذ أكثر من 40% من حاجة جسدك من هذه الألياف وهناك نوع آخر من الألياف أيضا غير قابل للذوبة وهو مفيد أيضا لذلك يقولون هذه الألياف ضرورية لمنع السمنة ومحاربة الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب والوقاية من سرطان القلون يعني هذه مهمة جدا وفي دراسة أجريت في عدد نوفمبر في مجلة علوم التغذية عام 2008 تبين أن هذه الألياف التي يحويها التمر لها قدرة مذهلة في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وكذلك وجدت هذه الدراسة أيضا قدرة هائلة للألياف على تخفيض نسبة الشحوم الثلاثية أيضا عند الإنسان لمن يعاني منها وفي دراسة أجريت في سبتمبر 2009 تبين أن هذه الألياف ألياف التمر تحديدا تخفض نسبة الشحوم الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 15% مجرد أن تتناول بضع حبات كل يوم وهذا بدوره يقي من تصلب الشرايين والجلطة القلبية وهذه الدراسات علمية أجريت وهي مؤكدة ويستطيع إنسان أن يراجعها طبعا بالإضافة أن حب التمر واحدة تحوي كمية من فيتامينات بي وبخاصة بي 6 الضرورية جدا يعني للجسم تساعد على زيادة نشاط الخلايا وإنتاج خلايا دم جديدة يعني هذا مهم بالنسبة لكبار السن أيضا هنا هذا الفيديو الحقيقة هناك بحث عجيب جدا نشر حديثا هذا البحث يعني شيء غريب فعلا من أغرب ما قرأت أنهم يستخدمون التمر لعلاج التسمم عند الإنسان لعلاج التسمم نعم ونويات التمر هذه بذور التمر تستخدم لعلاج التسمم البيئي تسمم البيئي نعلم أن هناك كميات هائلة من الملوثات تطلقها السيارات والمعامل ونتجة الحروب وغير ذلك هذه وجدوا طريقة للاستفادة من هذه النويات وهذا هو البحث العلمي أمامنا صورة البحث العلمي remove toxins يعني المواد السامة في البيئة تستطيع أن تزيلها وهذا الباحث دينيس مورفي الذي يقول بالحرف الواحد نحن لأول مرة ندرك الخصائص المذهلة لي؟ التمر في علاج السموم والتسممات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر سم إذن هي مناسبة لعلاج التسمم الغذائي والحديث لا يعني أبدا أنك تأخذ سبع حبات تمر ثم تتناول كمية من السملة ولكن الحديث له إعجاز علمي أن حبات التمر تطور في جسدك قدرة هائلة على مقاومة السمم وما أحوجنا في هذا العصر عصر التلوث فاليوم حدثت تغيرات على مستوى العالم حيث إن نسبة غاز ساني أكسيد الكربون هي الأعلى منذ آلاف السنين لم يتلوث الجو بهذا الشكل حتى إن أحد الباحثين قال إنك تتناول خلال فترة عمرك أكثر من ثمانين كيلوغرام من الرصاص والمواد السامة فهذه لا يمكن أن تخرج إلا بشيئين بالتمر وبالصيام وبالتالي فإن الغذاء المثالي لمن يحب أن يتخلص من هذه السموم أن يصوم ثم يفتر على تمر فيقولون سبع تمرات تعطيك نصف احتياجك اليوم تقريبا من الألياف تصور هذه السبع تمرات التي نحن لا نلقي لها بالا وواحد وعشرين بالمئة من احتياجك اليوم لفيتامين بي وأربعة عشر بالمئة من احتياجك اليوم لمادة النياسين الضرورية لسلامة الجلد والجهاز العصبي بحث نشر عام الفين وخمسة بيّن أن التمر يحوي مضادات أكسدة فعالة في علاج التسموم ولذلك يستخدمونه اليوم لعلاج التسموم الكحولي فهمنا ما معنى لم يضره سم ما معنى السحر السحر طبعا أثبت العلم أن السحر هو مجرد وهم لا يوجد شيء مادي اسمه السحر والقرآن أشار إلى ذلك خيل إليه من سحرهم أنها تسعى في قصة سيدنا موسى سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس إذن المشكلة في العين وفي اضطرابات الذاكرة يعني السحر ما الذي يؤذي الإنسان يؤثر على ذاكرته يعمل العمل ولا يدري أصنعه أم لا تبين في بحث أجري عام 2015 نشر على موقع المكتبة الوطنية للطب أن تناول بضع حبات من التمر ينشط الذاكرة استمرار ويعزز قدرات التعلم ويقي من الزهايمر حتى لكبار السن يزيد من قدرة الدماغ على التعلم على الذاكرة وبالتالي فإنك مع الزمن سوف تصبح أكثر مقاومة لأعراض السحر مثلا أو أعراض التسمم هذا هو مفهوم الحديث يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك وصفة في هذا العصر عصر كثر فيه التلوث وكثر فيه المشاكل والهموم نتعرض للأجهزة الإلكترونية اليوم والأجهزة الموبايل وغير ذلك فكل هذه الموجات الكهراطيسية تدخل إلى الدماغ وتحاول أن تشوش هذه الذاكرة وتشتت الانتباه فتأتي هذه السبع حبات سبحان الله لتضبط لك هذه الموازين يقولون في إحدى الدراسات أن البوتاسيوم الموجود في التمر مهم جدا لتعزيز النظام العصبي وتنشيط الدماغ ولذلك مفيد لعلاج أعراض الشيخوخة المبكرة لمن يعاني منها أيضا أحد المواقع الغربية التي تهتم بالتغذية يقولون بسبب وجود سكريات سهلة الامتصاص وكمية من البوتاسيوم فإن التمر غذاء رائع للصائم لأنه يعمل على سد الجوع ومن جهة ثانية يساعد النظام العصبي على أداء عمله بكفاءة أعلى بسبب عنصر البوتاسيوم هنا الحديث النبوي كما تفضل إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمر فالماء فإنه طهور رواه أبو داود يعني نلخص أن التمر عبارة عن صيدلية متكاملة غذاء وشفاء وتخلص من موظم الأمراض وسعادة المغذاء للمخ هناك دراسات تؤكد أن تناول هذه الحبات السبعة أو بضع حبات من التمر يحفز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعى نحن نعلم أن البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعى لو لاها يمكن الإنسان أن يموت هي تحدد كل نسب الأمراض وتحدد المشاكل لأنها مهمة جدا وتساعد على هضم الطعم فالتمر ينشط هذه البكتيريا يغزيها التي تقتلها بعض المضادات الحيوية التي نأخذها تقتل هذه البكتيريا أيضا هناك يعني يقولون أن التمر مفيد لعلاج العظام الإنسان عندما يكبر يصاب بهشاشة عظام فالتمر بسبب وجود الكاليسيوم والسوديوم فيه بعض المعادن بس الكاليسيوم اللي فيه أحسب من اللي في اللبن على فكرة نعم نعم أكيد أكيد لأنه سريع الامتصاص وسهل الامتصاص وسهل التمسيل الغزائي نعم وبسبب وجود أيضا مركبات الكابريت العضوية فإن ذلك يساعد على علاج الحساسية وبخاصة الحساسية الموسمية لدى الكثيرين حسب دراسة أجرية عام 2002 التمر يحوي عنصر الحديد أيضا ويحوي عدد من الفيتامينات والمعادن هذه معروفة فلذلك يعتبر علاجا مناسبا لفقر الدم وزيادة الطاقة والتخفيف من مظاهر الإعياء يعني نحن اليوم تعلم بسبب تلوث الذين عيشوا بسبب مشاكل العصر بسبب هذه الهموم فإن هذه الخلايا تتعب حتى إنك تشعر بإعياء ولا تعرف لماذا فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الصحة والنفع والقوة والنشاط أيضا لذلك أنا وجدت وصفة على موقع علمي غربي يعني يستخدمونها للأسف نحن كما تفضلت أنهم ينقعون التمر طوال الليل بالماء ثم يأخذه في الصباح لعلاج الإمساك وبخاصة الإمساك المزمن وهذا كثير من الناس يعاني منه للأسف يعني منقوع التمر الآن هناك دراسة غريبة أجريت عام 2006 بيّنت أن التمر مفيد لصحة الحيوانات المنوية مما يعني أنه مفيد في علاج حالات العقب وبالتالي الدراسة التي أجرت عام 2006 كما قلنا أثبتت أيضا أن تناول حبات من التمر بانتظام كل يوم يزيد من عدد أو من إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل ويزيد من طاقة هذه الحيوانات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفزنا لتناول هذه المادة الغذائية العجيبة قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر رواه مسلم أبدا لأنه يحوي كل العناصر التي يحتاجها الإنسان في حياتي الآن كما تفضلت موضوع السعادة والاكتئاب يعني أنا لدي هنا دراسة غريبة توجدت أن تناول حبات من التمر أيضا يساهم تخفيف أو الحد من الاكتئاب لذلك يعني هو علاج أيضا لبعض الاضطرابات النفسية ويقولون إن احتواء التمر على الأنواع غزيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات وعلى فكرة التمر لم يدرس دراسة كاملة حتى الآن يعني هذه دراسات بسيطة لذلك إن احتواء التمر على أنواع غزيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات يؤثر على عمل الدماغ ويسد ما ينقصه من عناصر غذائية وبالتالي يقود إلى الاستقرار النفسي لدى الإنسان هذه دراسات علمية وبالتالي فإن تناول هذه الحبات كل يوم سوف يؤدي إلى شعورك بالسعادة وإلى التخفيف من الاكتئاب وبخاصة في هذا العصر الآن هناك دراسات أجريت أيضا على علاج بعض أمراض الكبد فأنت تعلم أن الكبد معظم سموم الجسم تترك خزم في الكبد وأفضل ما يقضي على هذه السموم هو التمر يعني على مستوى المواد الغذائية التمر يعالج التسموم بشكل رهيب ويستهدف هذه المنطقة أو هذا الجهاز المعقد يقولون أيضا يعني أنا أترجم حرفيا لكي يكون كلامنا ذو مصداقية وأنا أفشر حرفيا مر تمام يقولون إن أروع من أروع الأدوية الطبيعية للصيانة وتنظيف الكبد من السموم متراكمة فيه هو التمر أيضا هناك مشاكل تنفسية لدى الكثيرين التمر بما أنه يعالج بعض أمراض الحساسية أيضا يقولون إن شراب التمر يمكنه أن يعالج التهابات الحنجرة شراب التمر نعم شراب نعم شراب التمر والعديد من أنواع الحمى أيضا والرشح والزكام أسباب تجعلك تأكل التمر هؤلاء غير مسلمين ليس لديهم هذا الحديث الذي وإحنا عندنا التمر وحدش بيأكله فانظر يعني أنا سأترجم لك بعض الأجهزة التي يستهدفها لدي الجهاز العصبي ولدي صحة العظام أيضا رقم 2 وأمراض الحساسية أنا أقرأ من اليمين طبعا من الأعلى إلى الأسفل وعلاج الوزن الزائد التخصيص يعني نعم وتخفيض احتمال النوبة القلبية أمراض القلب أيضا يعالج مشاكل الرؤية ويخفض ما يسمى يعني العمى الليلي أو الزبابة الطائرة برد نعم نعم تجهر الدم العيني أيضا اضطرابات الجهاز الهضمي الجهاز الهضم والكانسر يقولون يمنع سرطان القولون والمستقيم وأخيرا انرجي الطاقة يعزز الطاقة في جسدك في جسد المريض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء إشارة إلى ماذا على أن دواءك أيها الإنسان موجود لذلك في رواية أخرى قال علمه من علمه وجهله من جهله يعني نحن الآن إذا بدأنا بفوائد التمر يعني كملخص نبدأ من الدماغ باتجاه القلب الأوعية الدموية الرئتين الرئتين الجهاز الهضمي الركب والمفاصل والجهاز العظمي مفاصل الجهاز العظمي كله هو من ضمن من احتوائي على الكاليسيوم بالإضافة للكبد ومشاكل السرطان ومشاكل أخرى إذن هذه سيداليا متكاملة بيتك متكامل حتى مشاكل الجلد والحساسية أيضا حتى هناك وصفة يعني للتمر معجون التمر مع اللبن أو الحليب أيوة فهذا للأطفال ولكبار السن يعطي نفس الفائدة سبحان الله موسيقى موسيقى